اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبدورها التاريخي في الدفاع عن مصالح الامة العربية ونصرة قضاياها العادلة ودعم مسيرة العمل العربي المشترك واشاد جلالة الملك المفدى بدور القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي ومساهماتها الكبيرة منذ مرحلة التأسيس لقوة دفاع البحرين وحتى اليوم لما يتسمون به من خبرات وكفاءات مميزة واكد جلالته على اهمية هذه الزيارة ودورها في فتح افاق جديدة للتعاون المتبادل وتقديرا للدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في دعم روابط الاخوة التاريخية العريقة الراسخة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في جميع المجالات انعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه بوسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة القلادة على صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الاردنية الهاشمية تقديرا لجهوده ومساهماته الجليلة صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في دعم روابط الاخوة التاريخية العريقة الراسخة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في جميع المجالات أنعم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه بوسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة الغلادة على صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الاردنية الهاشمية تقديرا لجهوده ومساهماته الجليلة ترجمة نانسي قنقر وهنأ صاحب السمو الملكي ولي عهد الاردن جلالة الملك المفدى بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين معربا عن عميق شكره وامتنانه لجلالته على هذا الوسام وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعرب عن سعادته البالقة بهذه الزيارة ولقاء جلالة الملك المفدى حفظه الله مؤكدا اعتزاز الاردن قيادة وشعبا بروابط الاخوة وعلاقات التعاون المتميزة مع البحرين والتي تحظى برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظهما الله